اشتركوا في القناة 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 لأن الحكمة خرجت نص لبنان الأجيال كلها بالمسؤوليات بلبنان وخارج لبنان تخرجي مدرسة الحكمة نعم يخبرنا سيدنا أنه كان في غابة وعلى الغابة تعملت المدرسة ومن ثم المدارس والجامعات الأشرفية وبلشت تكبر الأشرفية واليوم مثل ما بنعرف المنطقة أصبحت إلى رمزية خاصة على أكثر من سعيد نحن طبعا فخورين نكون بنادي الحكمة ضمن الصرح الكبير اللي هو مدارس الحكمة وجامعة الحكمة يعني أكيد نحن بالنسبة لنا هيدا العيد شفيعنا والشفيع الماريوسة نحن كتير مبسلتين كيف عم نساعد المدرسة تنستنحد في البعايد ماريوسة مدرسة الحكمة اللي حاملة رسالة التربوية من أكثر من 140 سنة جمعت بها المناسبة أساتذة المدرسة لأصدقاء والكدامى فكانت فرصة إلون للاحتفال من جديد ولتجديد ذكريات الصبا أولا من عيد كليا اللي اسمه نيوسف وجوزيف ونتمنى للحكمة ولسيدنا مطر طول الحياة والصحة وهيدا المتحف اللي اليوم عم نزوره هو 140 سنة من الإبداع والفن في شغلة يعني تلميز الحكمة في بياناتهم رابط غريب عجيب هيدا اللي حلو بالحكمة يعني بترجع بتشوفي لو صليك سنين واسنين بيضال فيه هالرابط القوي بين تلميز الحكمة عيد مار يوسف هو القديس شفيع العيلة وبي العيلة ونحنا منتمنى يكون هيدا العيد مثل لكل لبناني عنده عيلة يكون هيدا القديس مثل اللي قاله تكون عم بيربي مظبوط نشكر الله انه بعنا مضانين 140 سنة وان شاء الله يا رب نقدر نضاين اكتر نقدر قد ما فينا نعطي للشيل الطالع ونقدر ربي قد ما فينا اشهر ونقدر نساهم شي بيشرف كتير وننا كتير مبسوطين بتشوفينا كلنا قداشنا مبسوطين وفرحانين يعني عقبل كل سنة ينعند على الكل بعيد مار يوسف اجتمع التواقف بين بعضا للاحتفال سويا ولتوصيل الرسالة دعوة الى الحب السلام الوحدة والعيش المشترك انا بدي اقول انه هيدا احلى عيد عنا هوني لانه نحنا كنيستنا هي مار يوسف وكنيست الحكمة وينعاد عليكم بتمنى يكون عيد حلو على الكل ويكون في سلام بالعالم ويكون مار يوسف حامي كل العالم ان شاء الله بينعاد على كل على الجميع وعالمساحية خصوصة وان شاء الله بعم السلام بالبنان وحلو العيد كتير حلو اشتركوا في القناة ضيفتنا على اليوم جوانا نصار مديرة مشروع بناء السلام في لبنان باليون دي بي اهلا وسهلا فيك جوانا اليوم رح نحكي عن ملحة اليوم صدر مع النهار السفير والديلي ستار بيصدر كل ثلاثة شهر بس هيدا اول مرة عم يصدر عن مدينة وتحديدا طرابلوس اول شي كيف رح نشوف طرابلوس بهيدا الملحة وليه اخترته طرابلوس تحديدا صباح الخير اهلا فيك كيف رح نشوف طرابلوس رح نشوفها مختلفة عن كيف عادة يعني عم نشوفها بالاعلام للأسف لانه يعني بالوضع اللي كان مؤخرا والاحداث الامنية والجولات العديدة من العنف كان اكتر التركيز عم يكون بالاعلام على هيدا الحرب وعلى العنف والدمار والقتل فحبينا انه انه يكون طريقة اللي حنشوف فيها طرابلوس مختلفة رح نرجع نتذكر انه طرابلوس مدينة سقفية عريقة انه طرابلوس مدينة اسارية كمان كتير مهمة رح نتذكر قصص الناس يعني حتى في مقالات عن جبل محسن وعن باب التباني بس هي تركيزة من خلال قصص عن اشخاص معينين عندهم حياة وعندهم وناس عاديين كمان رح نتذكرها من خلال الشوارع الديقة والحارات والحمامات الاسارية والبحر والصيادين والنساء طبع طرابلوس اللي هنه كمان يعني معروفين قديش دورهم كبير بالحياة العامة فبهاي الطريقة رح نتذكر على طرابلوس نقيته طرابلوس من كل لبنان يعني كان الاختيار وقع على طرابلوس هي برأيك اكتر من غيرها بحاجة لإضاءة ايجابية هلأ ما في شك انه في كتير مدن بحاجة لإضاءة طبعا طرابلوس واحد منهم فنحن يمكن هلأ عم ركز على طرابلوس مش بالضرورة انه بس يكون التركيز عليها ممكن بملاحق تاني يكون تركيز على مدن اخرى رغم انه بملاحق صدرت سابعا كان التركيز على التأثير الاجابة للعمل الانساني لأثر الازمة السورية على لبنان صح وبعده هيدا مكمل يعني نحن الملحق الجاي كمان رح يجع يستكمل يعني رح يكون بنفس اطار الملاحق السابقة يلي هو كان الهدف انه نسلت الدوء على أثر الازمة السورية على لبنان ولكن من الناحية الإيجابية وحتى الموضوع الخلافي يعني يلي هو هذا الملف الكبير يكون مقاربته مختلفة فهو الهدف ان كان بملاحق السابقة ولا ملحق ترابلوس هو خلق مساحة إيجابية لا تغطية مواضيع خلافية ومواضيع يعني طبعة طبعة سلبة وخاصة بالنزعات انه نقدر نكون عم نخلق هيدا المساحة لصحفيين متعددين بينتموا لوسائل العالمية مختلفة يقدروا يحكوا عن موضوع شائك خلينا نقول انه كمان كل الصحفيين اللي اشتركوا بهالملحق هن من ترابلوس صح نعم هن من ترابلوس هن صحفيين هن شباب هن كمان أكاديميين فنانين وأساتذة جامعة حلوين الصور يلي عم نشوفهم عجب بيفرجونا ترابلوس بوجه الحقيقي اللي لازم كل العالم تعرف وتتعرف عليها الخطوة يلي عم تعملوها هي من ضمن مشروع أكبر هو مشروع بناء السلام في لبنان برأيك كيف رح يأثر هالملحق إيجابا على الناس للحقيقة يعني نحن اللي عم نحاول نعمله إن كان من خلال هيدا الملحق أو من كل النشاطات اللي مقوم فيها بالبرنامج إنه يكون عم يعني عم ينشغل أكتر على مساحات إيجابية وعلى مواضيع بتتعلق ببناء السلام إن كان من خلال التدريبات اللي منعملها عن حل النزاعات بالطرق السلمية واللاعنفية بالمدارس بنشتغل كمان كتير مع البلديات على تطوير استراتيجيات تبقى للمدى الأبعد استراتيجيات بناء سلام محلي بتتعاطى مع النزاعات المحلية بطرق مختلفة وكمان الشغل يلي منعمله مع الصحفيين نحن من فترة 2013 تقريبا أصدرنا مساء شرف إعلامي لدور الصحافي بتعزيز السلم الأهلي بلبنان ومتجوا عليه أكتر من 34 وسيلة إعلامية لبنانية وحاليا نحن فتنا بمرحلة رصد كيفية استعمل هذا المساء وهذا الملحق كمان بيجي كأدات إضافية لأنه نقدر نكون بقلب هذه التحديات الكبيرة اللي عم نعيشها والأجواء السلبية اللي للأسف عم تحوطنا يكون فيه هيك بمحل فصحة صغيرة إيجابية للأمل جوانا السولة اللي كنا عم نشوفهم هلأ كتير بسطين وكتير من الحياة اليومية بترابلوس على شو شددوا أكتر شي المصورين والصحفية يعني هلأ حتى كنا عم نشوف حرف أشغال حرفية مظبوط يعني هو كان لكل مقال كان فيه الصور يلي هي بتعبر عن هيدا الشي يعني مثلا فيه الصورة اللي قطعت العلقت عليها هي على الكنيس والجوامع بترابلوس يلي عدد كبير منها بعود لكورون قديم كتير فهيدا كان بيسوى نرجع كمان نتذكره موضوع كمان الحرف طبعا والأعمال اليدوية يلي من زمان موجودة بالمدينة وطبعا يعني الفكرة كمان أنه نرجع نتذكر كمان بالصورة يعني حتى نهر أبو علي يلي هو هلأ يعني طابعه ومحدد ومنشوفه بحالته الكتير سيئة اليوم هو كمان جعنا تذكرنا من خلال الملحق أنه هو بلشت المدينة على ضفاف هيدا النهر وكان يعني الصور اللي قدرنا نشيلها أنه شي بياخد العقل يعني ومناظر خلابة للأسف هيدا شي مغير العنواننا اليوم إعدام نهر اسمه أبو علي تمام تمام وهو بيحكي كمان يعني كلنا كنا عم نكتشف ما كنا عارفين كل هيدا القصص تاريخ هيدا النهر وكيف بلشت المدينة حواليه وكيف صار وين صارنا اليوم نعم جوانا نحن عم نتمنى لكم التوفيق ومشهد على إيدكم عم تضوع على أماكن لازم الناس يعرفوا عنا أكتر وعلى قليلة يعرفوا الشئ الإيجابي رغم كل الأمور السلبية اللي معقول تشير فيها شكرا لحضورك معنا وبالملاحق اللي جاي إن شاء الله منشوف كمان كل مرة منطقة جديدة من اللبنة شكرا أنا إذا ممكن بس أسكن نحن عنا ممولين كتار للبرنامج الملحق هيدا تحديدا من حكومة اليابان وألمانيا والنشاطات المختلفة التانية لأكتر ممول كمان بين اتحاد الأوروبي والإنجليز نسلم عليهم كلهم شكرا لحضورك أهلا وسهلا فيك شكرا بريك نرجع نتابع خبش صباح شكرا